السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هناخد درس جديد اسمه ضرب وقسمة القسور الجابري. العنوان الاول عندي المعكوس الضربي للكسر الجابري. بنرمز له بالرمز ده القس سالب واحد سين. المعكوس الضربي يعني احنا بنقلب الكسر بتاعني. لو انا عندي كسر ده اللي تسين بيساوي سين ناقص خمسة على سين زائد ثلاثة. اولا علشان اجيب المعكوس الضرب بتاعه بنجيب ايه? بنجيب اول حاجة المجال. المجال لدال وسالب واحد بيساوي حافر اصفار البسط والمقام. يعني حافر اللي فوق ايه? واللي تحت. يعني حافر خمسة وسالب ثلاثة. انما مجال الدال اصلا مجال دال عشان نبقى واخدين بالنا حافر السالب ثلاثة فقط. يبقى مجال الدال اللي حافر اصفار المقام. انما مجال دال وسالب واحد عبارة عن حافر اصفار البسط وايه? والمقام معين. ليه? لان احنا بنقلب البسط يبقى مقام. فالمقام الجديد لازم نحافظ عليه. والمقام القديم لازم ناخد الاعتبار له برضو ان هو كان مقام. طب دال وسالب واحد سين. ده عبارة عن سين زائد تلاتة على سين ناقص ايه? سين ناقص خمسة. بيقول لي ازا كان نون سين عبارة عن سين تربية ناقص تسعة على سين تربية ناقص خمسة سين زائد ستة. وبقول لي اوجد في ابسط صورة المعكوس الضربي مبينا المجال. قبل ما اجيب المعكوس الضربي لازم احلل الدلة بتاعت دي. اقول له نون سين دي عبارة عن. هحلل فوق فرق بين مربعين. سين ناقص تلاتة. وسين زائد تلاتة زي ما احنا متعودين. تحت هنحلل برضو مقدار سلاسي بسيط. سين تربية سين في سين. الستة اتنين في تلاتة ومجموعهم خمسة. الاشارة الاخيرة موجبة. يبقى دي شرطين مثل الحد الاوسط. بعد كده نجيب مجال نون قس سالب واحد. ده عبارة عن هحل فرق كل اسفار البسط والمقام يعني تلاتة. وسالب تلاتة اللي هي دي. واتنين. وتلاتة التلاتة مكتوب. ده مجال نون قس سالب واحد. بعد ما تجيب المجال ابتدي شطب براحتك. اللي انت عايز تشطبه. اهو. تعاني شطب سين ناقص تلاتة. تروح معي سين ناقص تلاتة. فبقى لي في نون سين بتاعت ايه بقى? فبقى لي نون سين اصبحت سين زائد تلاتة الاول على سين ناقص اتنين. اقلب بقى يبقى نون قس سالب واحد سين. عبارة عن سين زائد ناقص اتنين. على سين زائد تلاتة. وده مجال المعكوس اه الضربي اللي هو مجال المقلوب. وده من ابسط صورة. عندي مثال في الضرب بيقول لي ازا كان نون سين بتساوي سين تربية ناقص سين على سين تربية زائد تلاتة سين في سين تربية ناقص تلاتة سين ناقص اربعة على سين تربية ناقص واحد. ازاي نحل الكلام ده. اول حاجة بنحلل. يعني بقول له الكلام ده بيساوي. اولا دي سين تربية ناقص سين بناخد عمل مشترك سين بقيلي سين ناقص واحد. تحت باخد عمل مشترك سين بقيلي سين زائد تلاتة. في طبعا نفس الكلام هنا عندي تحليل. افتح قوسين. سين تربية سين في سين. واحد في اربعة والفر بينهم تلاتة يبقى واحد في اربعة. كبير زال في النص ناقص والتاني عكسه زائد. تحت هفتح قوسين. سين تربية سين في سين والواحد في واحد بواحد. وعندي واحدة سالب واحدة ايه ممكن. قبل ما شطب اي حاجة واختصر اي حاجة اقول له مجال او المجال على طول مجال نون بيساوي حفر كل اسفار المقامة صفر اللي هو ده. السين دا سواب صفر يعني السين بصفر. والقوس ده الاسفار بتاعته سالب تلاتة وهنا سالب واحد وهنا طبعا واحد كل ده المجال. بعد كده بنشطب. تعالا كده بنشطب. السين تروح مع السين. ١ تروح مع السين ١ ١ quoi. بعد كده سين زائد واحد تروح مع سين زايد واحد فبقي لي فوق سين ناقص اربعة على سين زايد تلاتة يعني انا بقول له نون سين دي اصبحت سين ناقص اربعة على سين زايد ايه سين زايد تلاتة. عندي مثال تاني بيقول لي ازا كان نون سين بتساوي سين قس تلاتة زايد واحد على اتنين ناقص سين وخلي بالك فيه هنا فكرة هناخد سالب عمل مشترك لان احنا مش متعودين على ان السين هنا تكون ايه سالب. وهنا طبعا ده مقدار عادي وده مش هيتحلل خد بالك لان سين قس تلاتة زايد واحد طالما موجود عارف ان فيه هنا اهو كسر اه في هنا اهو مقدار لا يتم تحليله. طبعا ايه اللي عارفك ان ده ما بتحللش? واحد في واحد بواحد مش مجموعهم ايه واحد. يعني ده يتنقل زي ما هو. طبعا تعال انحل نون سين دي هتكون جلاتي. طبعا سين قس تلاتة زايد واحد ده نفتح لها قوس صغير قوس كبير. سين قس تلاتة الجزر التكايف بتاعها العسين والزاقد تبقى زاقد والواحد الجزر التكايف بتاعها واحد. القوس الكبير كده كده ما تتعبش نفسك هو تحت هنا. اللي هو سين تربيع ناقص صين زايد واحد. احنا افريد انا عايز اجيبه اربع السين دي تبقى سين تربيع اربع الواحد موجب واحد اضرب السين في الواحد واعكس الاشارة تبقى سالب سين. تحت احنا زي ما اتفعلنا هناخد سالب عامل مشترك اهو. واخلي الموجب سالب والسالب موجب. يعني سالب سين دي هاختوبها قدامها هتبقى موجب سين. السين دي الموجبة هتبقى سالبة. وبكده انا لتبتل ايه الحد ديه. في ده هيتحلل برضو. هفتح قوسين. سين تربية دي سين في سين. واحد في اتنين باتنين. كبير زي اللي في النص. طبعا واحد في اتنين باتنين وفارق بينهم ايه? واحد. الكبير ياخد شرط الحد الاوسط. ده ناقص. يبقى ده الكبير ياخد شرط الحد الاوسط والتاني عكسه زي. تحت طبعا ده المقدار اللي مش هيتحلل. فنقللو ايه? زي مع هو. طبعا نجيب المجال. المجال اخبره ايه? فارق. طبعا هنا القوس ده باتنين. وده ملوش. فاتنين فقط. هتبقى ايه? اتنين ايه? فقط. طيب بعد كده مرحلة التشطيب. تعالى كده سين زائد واحد دي لها حد? لأ. القوس الكبير روح مع القوس الكبير. سين نقص اتنين تروح مع سين نقص اتنين. فبقى ايه لسين زائد واحد? فيه سين زائد واحد. وما اخلي بالك هنا السالم ما تنسهاش. يعني نون سين اصبحت ايه? نون سين عندي اصبحت سين زائد واحد في نفسه يعني ايه تربية. او تكتب سين زائد واحد في سين زائد واحد. على طبعا سالب واحد يعني الكلام ده في ابسط صورة السالب هيتنقل يبقى سين زائد واحد لكل ايه? لكل تربية. تمام? بالنسبة للاسمة هي فيها اختلاف بسيط بس عن الدرب هي كأنها الدرب ولكن ولكن زي ايه? اه السنة السابقة كنا بنسبة الكسر الاولاني ونقلب العلى دي فيه. ونقلب الكسر الايه? التاني اللي هو المقسوم عليه نخلي البسط في المقام وايه? والمقام في البسط. تعال نشوف ازاي نحل اه المسائل اللي من النوع ده. اول حاجة بنكتب نون سين زي ما هي. والكلام ده يساوي. ده يا فيه شغل ده لا ده ما فيش فيه تحليلا ايه له زي ما هو تحت هحلل فرق بين مربعين سين ناقص واحد في سين زائد واحد. اقل بالعلل فيه. وخليك زاكي ما تعملش خطوات كتير يعني حلل اللي فوق تحت واللي تحت فوق. يعني هنا هنفتح قصين. هنحلل اللي تحت سين تربيع سين في سين. الواحد في خمسة بخمسة والفارق بينه مربع كبير زي اللي في النص ناقص والتاني عكسه زي. هنحلل اللي فوق تحت. طبعا ده مقدار زوح الدين فيه عمل المشترك هنا سين وهنا سين ناخد سين. فبقى لي سين ناقص ايه? خمسة. المجال برضو هو المختلف. فرق. اصفار المقامات والبسط التاني. يعني كل الاصفار دي معدد اوه. ده مش معانا. يعني ده هيبقى واحد. وده سالب واحد. وده صفر. وده خمسة. وده سالب واحد موجود. وده خمسة موجودة. كده انا جبت المجال. تعالا بقى نختصر. سين ناقص واحد تروح مع سين ناقص واحد. سين ناقص خمسة تروح مع سين ناقص خمسة. وسين زاد واحد تروح مع سين زاد واحد. الغلطة اللي كلنا بنوع فيها ان يقول لك بقيلنا ايه? بقيلنا سين غلط. السين دي قعدة في المقام. يعني تفضل زي ما هي في المقام. طب البسط كله يا فساس طار. فبقى لك ايه فوق بقى? طبعا ما احنا كل ده طار وبقى لك واحد. بس دي ابسط حاجة في ايه? الاسمة بالتوفيق.